نرفع اليكم تحيات سيدي القائد العام المشيرة كان حارب خليفة أبو قاسم حفتر وكل رفاقه وأبنائه في المؤسسة العسكرية الليبية في الموقف العام للقوات المسلحة الذي يتغيير على ما تحدثنا عنه في المتمر الصحفي السابق التغيير هو في المواقف الخاصة ببعض غرف العمليات الموقف الخاص بغرفة عمليات مرزق في اتصال مع أمر غرفة قبل قليل ومع السيد أمر المنطقة اطلعنا على آخر مشجدات العسكرية في منطقة مرزق ثم هناك بعض تجرى المراقبة في أمر العام المنتظم الخاص بي مرزق وтом نقل في مرزق أثنه المرزق يتقع جنوب مدينة سابه في أقصى جنوب الغربي مرزق تابعت على تراغن حوالي 60 كيلومتر تقع على طريق يربط منطقة زويلة ومدرانب مع وادي عتبة مع منطقة جرمة أو منطقة وباري وهي منطقة زراعية توجد بها الكثير من مشاريع انتاج الحبوب سكان مدينة مرزق هم من كافة القبائل الليبية وكافة المناطق الليبية وكذلك توجد بها مجموعات من المكون التابو اليوم تتعرض الى هجوم من العصابات الاجرامية التي جندت مرتزقة من تشاد لغزو هذه المدينة هذه المجموعات تحالفت مع ما تبقى من تنظيم داعش الذي بدأ في تشكيل جيش الصحراء في المدى الماضي تحدثنا عن تلك الان الهجوم يشن من قبل جماعات اجرامية مدعومة من الصراج ومجموعات من تنظيم داعش للاسف المجموعات الاجرامية يقوتها احد النواب المنفصلين او المقاطعين للمزلس النواب الان وهو محمد ادم وهو يقوتها بروح انفصالية عرقية وهو يقوتها بالتحالف مع الصراج بتشكيل قوة الدفاع على الجنوب هذه القوة تحصلت على اموال طائلة عن طريق اموالة قصة للتصدي لقوات مسلحة تقدمها نحو طرابلس كذلك هذه العصابات الاجرامية تدير تجارة الهجرة غير الشرعية وتجارة ممنوعات عبر الصحراء وتسيطر على مناجم الذهب في الجنوب الليبي مما اتاح لها توفير مبالغ طائلة جدا لتنفيذ عمليات اجرامية وارهابية سواء في ليبيا او خارج ليبيا الموقف اليوم مدينة مرزق ممكن ننزع مدينة مرزق مدينة مرزق الآن خالية تماما من الاهالي شفتوا مدينة مرزق الآن كلها مزارع خضرة كلها مشاريع زراعية تم تهجير الاهالي نحو طراغن ونحو سبها نحو ودي عطبة آلاف العائلات تم ترحيلها بعد ذلك قاموا بصرقة كافة المنازل والمحلات والاماكل العامة والخاصة بعد ذلك قاموا بحرق منازل المواطنين لحد الآن تشتعل بعض المنازل وتم تدمير ممتلكات المواطنين في هذه المدينة قاموا باستلاء على المواشي وعلى الحيوانات الخاصة بالمواطنين تدمير المزارع في حوض مرزق وحسب بلاغ غرفة العمليات الخاصة بمرزق القوات الجوية اليوم قامت بغارة جوية على بوابة شرق المدينة كما استهدفت مجموعات في حي 17 والذات العمليات الجوية مستمرة وغرفة العمليات والقوات جاهزة الآن لتنفيذ الأوامر حسب الموقف العام أو الموقف الخاص بغرفة عمليات مرزق بالنسبة لعمليات لمنطقة طرابلس أو حي رجال القوات المسلحة الأبطال الذين حقيقة دائما في الموعد ودائما جاهزون لتنفيذ أوامر القتال وتنفيذ العمليات أو خطط العمليات بكل حرفية وتقالية وهنا أقصب التقنية هو الرصد الإلكتروني للعدو والمجموعات الإرهابية ومنعهم من تنفيذها على الأرض أخر عملية اليوم للمجموعات الإرهابية تمكنت قوات المسلحة من استدراجهم وإخراجهم من منطقة العزيزية ما يمكن تنزل الخراطة شويه تمام ونقام الآن، هرتدي المتحدث عن الناس إحضار الفتن حيث يفتح فيه موسيقى 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 موسيقى